أبل ما أتكلم أقول إن لله وإن إليه راجعون في هؤلاء الشهداء الأبرار أسأل الله أن يغفر لهم وأن يتغمدهم في رحمته وأن يقبلهم شهداء أبرار يعني بجريرة هذه القتلة أو الخسيسة التي يعني تعرضوا لها ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين بإذن الله بقول مش هعزي مصر إن أنا بحزي نفسي أبل ما بعزي كل مصر في هذه البلد الحبيب وبعزي كل عربي في أولادنا في أخوتنا في هؤلاء اللي هم حتى مننا نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يمرر هذه الأحزان على خير وإن هو ينصر بلدنا الحبيب دائما أبدا ولن تستكيني أبدا يا مصر ولن تذلي ولن تخذلي أبدا 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 ومش كلام إحنا بنقوله لكن النصر على الأعداء ده يعني وعد الله سبحانه وتعالى وإحنا بنقاتل بشرف مش بنقاتل عشان نريق الدماء بغير وجه حق وإن إحنا هدفنا يعني تمزيق الأسر وقتل الأبرياء والتسفيه بالناس بهذه الصورة البشعة ليس هذا من شيء أي دين موجود على هذه الأرض فلما يجي إنسان يبتدي يتكلم فيقول الأصل دول لا معرفش بيقتلوا باسم معرفش الدين الإسلامي أو أنهما فهمين نفسهم بيجهدوا في سبيل الله أنا هذا الكلام لا أقبله أبدا أنا لا أقبل أن هؤلاء على دين أصلا لا كانوا على إسلام ولا على مسيحية ولا على يهودية لأن رب العالمين سبحانه وتعالى ما أرسل بالرسل والرسالات إلا للسلم والسلام وإحقاق الحق يوم أو أن تدق ساعة القتال لابد أنها بتدق في حق وليس في باطل ليس في سفك الدموء الدماء ليس في قتل الأبرياء ليس في تمزيق وتشتيت الأسر ليس في إثارة الرعب في قلوب الناس إثارة الرعب في قلوب من ومن الرابح في ذلك الأمر لما تجيب مصريين مسيحيين أو غيرهم ما هو التقتيل شغال في جميع بني آدم هؤلاء ليسوا بشرة دول عاملين زي أكلي لحوم البشر أو سفاك الدماء الناس اللي ما بتعيش إلا بإراقة الدماء أي دين ذلك فمن الظلم كل الظلم أن أنت تطلع وبعدين تكلمني بقى في حقوق غير المسلمين عند أهل الإسلام دي أمور معلومة من الدين بالضرورة الخطاب لازم يتغير أنا بكلم مين هم دول أنا لما كلمهم وعد أبتدي بقى صحيح وأريد من هذه المشاهد السيئة إصارة النفوس وإحداث فتن وتشككنا في القيادة بتاعتنا وتشككنا في بلدنا وتشككنا في أشياء كثيرة ونحن بقى نقعد وهذه الحرب المشتعلة على الفيسبوك كلام أخذ ورد في غير وقته لكن في الحقيقة أنا أبصر إيه العدو بتاعي الحقيقي من العدو الحقيقي من المستفيد في هذه الأمور هتقولي دولة إسلامية أي دولة إسلامية أي هؤلاء أن يكونوا أتباع أي دين على وجه هذه البسيطة أي دين ذلك يبيح القتل أي دين يبيح إهدار كرامة الإنسان إلى هذه الصورة بقى الإسلام اللي تكلم في إحسان قتلة الأشياء أو الحيوانات اللي بنكلها هيبيح هذا الأمر فما نتكلمش عن فكرة أن دول وحقوق غير المسلمين في الإسلام نغير بقى الخطاب لأن إحنا محتاجين نتكلم عن عدو غاشم دول ولا هم دولة إسلامية ولا هم مسلمين ولا هم يهود ولا هم مسيحيين أنا بتكلم في إني أنا قدام عدو غاشم أنا بسميهم مش أرباب الإرهاب أنا بسميهم أعداء الله فكل عدو لله هذا الذي يريق الدماء ويسفك الدماء ويستحل أعراض الناس ويستحل إنه يشتم وإنه يسب وإنه يلعن وإنه يدمر وإنه يحرق وإنه يخرب كل هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى فبالتالي مجيش تقولي أنا حتكلم عن حقوق المسلمين أنا من ديني احترام أهل الكتاب أنا من ديني أن أزود عنهم أنا من ديني أن أحترم عقائدهم أنا من ديني أن أحترم كل صغيرة وكبيرة في حياتهم أنا من ديني أن أواسيهم أنا من ديني أن أقف معاهم أنا من ديني أن أنا أهنيهم فأفرحهم وأعيدهم ومش الهراء اللي بنسمعه والكلام اللي بيتقال كل ده من ديني أنا مش محتاجة لسه أعرف ديني صحيح نذكر لكن مش في الوقت الوقت الحالي هو التنبيه بإن إحنا في حرب ضروس إحنا دلوقتي في حرب ضروس مش الضربة اللي يعني الله أكبر على جيشنا وربنا ينصر ويزيد وعزة ويزيد أوطن عزة بجيوشنا العربية لإن إحنا في حالة استنفار عربي وقومي لابد إنها تكون موجودة وأسأل الله النصر على الأعداء وتكون وجهتنا هي الله سبحانه وتعالى إن إحنا في الحالة دي محتاجين نبصر كل الناس بإن إحنا أمام عدو غاشم عدو لا دين له يتزيى بأزياء خداعة المستفيد من ده قوة عالمية قوة معروفة وكلنا عارفينها قوة بتسعى إلى المصلحة لعندها دين ولا عندها ملة ولا عندها أي شيء قوة عايزة إنها نتهز إن مصر تركع أو إنها تخضع ولن تخضعي ولن تستكيني أبدا يا مصر لن تخضعي ولن تستكيني أبدا بين كلنا إحنا كمان دروح حامية لبلدنا كل إنسان في موقعه مدافع وجندي لابد إنه يقوم في موقعه بما يجب أن يقوم به عشان تكون الجندية كما تكون جندية هذا المقاتل الشريف الذي لا يسفك دما ولا يقتل إنسان ولا يدمر إنما يسعى لإحقاق الحق ليسود الأمن والأمان والسلم والسلام أما هؤلاء لابد من قتالهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الدين كله لله مش بمعنى أن أرغم غير المسلمين إنهم يدخلوا في الإسلام إنما هو في تعمير الكون بمنهج الله منهج الله اللي علمني كمسلم واللي علمني كمسلمة إن أحترم غيري واحتلم الاختلاف مع الآخرين لأن الله قبل وأراد سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته إن يكون الدنيا على هذا الاختلاف وذلك التنوع مش أنا بقى اللي حاجة أعترد دليل إنما أنا أعيش بالمنهج اللي ربنا علمني فيه أن أحترم الآخرين وأحترم الكيان الإنساني ربنا بيقول وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ أَوْ مَنَا أُهْدِرْ كَرَامَةْ بَنِي آدَمْ ربنا سبحانه وتعالى النبي عيسى وتسام نبهنا الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه هدمه وإهنته وتسفيه وتشويه وكسر النفوس بمشاهد لطليق ده ده استعمار حقيقي ده ده إحنا أمام عدو حقيقي ما نزيفش بقى على نفسنا ونقعد نقول لك أسليدول بتوع الدولة لأي إسلام وأي دولة وأي اقروا التاريخ صح اقروا شوفوا إن العداوة الحقيقية كانت عداوة خفية كانوا زمان بيوجهون باستعمار مباشر إنما الآن بيوجهوك منك فيك يدمروك ذاتيا بشوية ضالة يخدوهم يقولولهم شوية كلام ويكلمني على فقه الجهاد أي جهاد وأنت تسفي هذا البنيان الرباني المفروض إن رب العالمين سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ربنا اشترى وإن تبعت إن تبعت نفسك لله وتقاتل في سبيل عشان تسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتعيث في الأرض فسادا وإفسادا ولعشان تحق الحق أصل الشريعة فقه الجهاد والقتال لإحقاق الحق وليس لسفك الدماء وقتل الأبرياء يعني إحنا لابد ننتبه للعدو الحقيقي الذي أمامنا أنا مصريين يعني أذكى من إن أنا أذكرهم والعرب كذلك أذكى من أنا أنبههم لإنه في عداوة حقيقية قائمة الآن بل هي في شدتها وفي شدة الضراوة اللي لم تسبق لها مثيل الوطن في كل نحية به أنين الوطن العربي كله في كل نحية به أنين لننتبه إلى العداوة الحقيقية ونترك الخلافات الجانبية وصفحات التواصل الاجتماعي حاجة مخزية حاجة مخزية فعلا إن إحنا قاعدين سيبين العدو الحقيقي وقاعدين نقطع في بعض بالكلام وده أصل كان يجب يعمل وأصل ده كان يجب يسوي طب وأنا ماذا يجب علي أن أنا أقوم به فليقل خيرا أو ليصمت إحنا في وقت يقول كلمة طيبة يأسكت لإن إحنا أمام عداوة حقيقية وعدو حقيقي بآياد خفية متزيب أزياء كثيرة وعديدة عشان يضلل علي ويلبس علي أمر ديني ويلبس علي أمر وطنيتي إنما إحنا في الحقيقة محتاجين أن نتضافر ونتعاون ويقف بعضنا إلى بعض كالبليان والجسد الواحد مش في مصر بس بل في العالم العربي كله إحنا إلا من التحد ونعتصم وإن تكون القوة الرابطة ما بنا إحقاق الحق الذي أراده الله بمبدأ وبإرسال الرسل والرسالات إن يسود السلام والأمن والأمان وعلى فكرة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلود ما نخفش وما نخزلش وما نحزنش صحيح المصاب كبير والواحد لما قعد يشوف المشاهد دي حط نفسه قدام أي يعني ما كان أي أم ما كان أي زوجة ما كان أي ابنة ما كان أي ابن شيء مخزي في الحقيقة لكن لابد من البذل والتضحيات من أجل إحقاق الحق لابد من البذل والتضحيات من أجل إحقاق الحق ولن يقوم على هذا الحق إلا الرجال مش هؤلاء الشراظم هؤلاء الذين يمتصون دماء الناس بل فيها إهدار للكرامات وتمزيق لكرامة العربي ولكرامة المصري لابد من وقفة العالم العربي ووقفة واحدة بل استنفار هذه الوقفة لأنه محدش هيجيب لنا حقنا ومحدش هيقف معنا كل هؤلاء في الشرق وفي الغرب يسعون إلى مصالحهم حتى لو كانت المصالح على جثث وعلى إراقة دماء أبنائنا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتمكين والنصر على الإعداء ولازم يكون عندنا دائما عايشين بمبدأ تفائلوا بالخير تجدوه وإحنا يا رب كلنا ثقة بيك في أن تنصر بلدنا الحبيب وأن تنصر وطننا العزيز الوطن العربي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وأن يعجل لنا بنصره